فيسبوك راديو يافيم ولا على الستويب يافيم فوانتين تواستة واثناش ندقيقة احنا بش نكامل اكسبسيوني المال اليوم في فيزا بحدينا بحدينا سيمواز همامي معتز معتز سمحني معتز 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 همامي مستشار في الدراسة بالخارج والمنحة الدراسية كنا نحكيه على اللي سيت ولا الموقع ولا البلايس لقوا فيهم فرص حقيقية المنح دراسية في امريكا في الانجلوتير في المجر في برشة بلايس تلقاوا البرتيلولة على الشين يوتوب شراء اي اف ام تيفي ما زلنا مواصلين في الاحديد خطر ياسمين ما زلت بحدينا وعندها متاسأل كما كنا نحكيهم بكري حكينا على البروفيل اللي هو المثالي بالنسبة للبلدين هيدو ما بش لازي تجون يلقاوا دي بوخس في البلدين اللي حكينا عليهم كيف كيف طلبنا الوثيق المطلوبة اللي نجم يتقدم بها مترشح ويحطها في دوس يمديع ببساطة وامريف بالنسبة للاختصاصات والحاجة للاختصاصات كل موجود مهم يكون اختصاصك تأكد لي فما منحة تناسبك تناسب اختصاصك فما منحة اناسيون راديو؟ طبعا طبعا كل اختصاصات لاحظة لاحظة نحية تبي كجب وين؟ رسعتين شوي باقضا طبعا انا قلقك تحب علي مريكل طيب فما منحة اناسيون راديو واخراج منحة علامة واخراج طبعا طبعا اخراج علامة اوكي انا وستير مخرج تنحكي فيهم بعد ذي خاتل زمالي اصاس معهم منظوي والهم جزا بار نحكيو عال الاسبيساليتي الاخرين طيب قلنا كل اختصاصات موجودة علامة اقتصادية سوى فرماتيك موجودة بالنسبة للأوراق المطلوبة طبعا هو ديبلوم بتاعك سوى باكالوريوس سوى يا ربي باكالوريا على مستوى باكالوريوس هو الكيفالون بالنسبة لسانس في دونس بالنسبة للماجستير عندك لسانس بتاعك بالنسبة للدكتوراه طبعا اوراق اخر هذي اول حاجة ديبلوم بتاعك وعدادك الدراسية والشيء الثاني هو ريسية الحافظ او متيفيشن لاتر ماذا تحكي فعل انت كشخص ماذا هو هدفك عليك اختارة المنحة هذي المنحة هذي والفلوس المنحة هذي ماذا تعمل لك مستقب لك وللأسف في أغلب الأحيان الولاد ما يسمعون فينا يعني يحقراها هذه التابة التي تأخذ الموتيفاسيون وجنرالما يسرقوها من الانترنت لا 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 من أهم الوثائق من أهم الوثائق لكي تقويدوهم نعم جماعات الأمريكية 30% عددك وعددك الدراسية 30% وبعد عنا وانتي كشخص وانتي كبروفيل ما تجمع تقدم هارفد وجماعات قوية خارجت عبادة ومارك زوكمبورغ وكما أوباما وكما كندي خطر يعرفوا ويراوه الشخص ما يراوه ما يراوه ومستقبلك وما هي الفيزيون وانتظروا نوابه في العالم على مستوى السياسي ومستوى الاقتصادي ماذا تحكي عن الحافظ وتغيير دولتك وتغيير بلادك وتغيير شخصك اذا اهم العدد متاعك وهما كشخاص ينظرون له عبر تجربة وتجربتهم يخزون له أهم العدد متاعك نعم ونحكي عن مقالات مثلا كيف منحة تشيفني منحة الحكومة البريطانية وما ادراك تخزي العدد متاعك صح لكن اهم في المنحة هذه هي خمسة مقالات خمسة سؤالات يسألك انت الحافظ ما تقدم بعض المنحة هذه ومستقبلك 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 ومتاع المقالات أهم ألف مرة من المعدل ماذا يجب نرفس لا لا خطر فهم فكرة فهم فكرة عامة فهم فكرة عامة مثلا الدولة التونسية تعطي منحة الأوائي الكهوفة الجمهورية اي ذاك عليش بدناه الموضوع خطرنا ما يمشي في بين المخيلة العامة عند العبيد الكل يمشي بيننا خطر جايبين معدل كبير لكن عنا الحق نقراه ومستقبلك يعني تقبل عبد على المعادلة وين بورتفوليوه وينو عمله السابقة في الدزاين كيف تقبل على المعادلة كهو يعني بعد نحن نقض بهتين كيفية في تصنيف شنغهاي فمي جامعة تونس ما كل شيء يدخل في بعض صحيح صحيح عندك وهذا يعني حاجة يكتبها الأستاذ متاعك أو البروفيسور متاعك في الجامعة يقول راه الانسان كذا وكذا وكذا قريته يتمطع بي قدرات كذا كيفية تقوم بي قطارك هذا المهم بارشة يطلبوها الكثير من المنح كم رساية للحافز كم المعادلة تقريبا ثلاثة أربعة أجاز من الحاجات الأساسية لتقديم على المنح نجم تقول معناه تقوم بي قطارك من أو من أو من أو من أو من بخصري حتى في الدومين كما نأخذ في الأدوان كنجم تفكير من المعادلة هل يعمل كانت تختمتعون به بشكل طبعا فيما كيفية كم الميديا وكيما الدزاين يطلب عليك بورتفوليو انت كرقص ولكن انت كموغاني عطيني شو عملت عطيني بورتفوليو متاعك شنو عمالك يخزون العمال كذلك عندها دور كبير في مريكا عند دور كبير في مناحة العالمية عندها دور كبير هذه بنسبة لوراق المطلوبة عندي سبعة ثمانية سنين راديو مضمونة ملحظة كلم هامدي عمليت الركومنتيسيون والهدو موتيفاسيون نحضر هنا ويهك طيب مريك كملت ياسمي لذلك فرص حقيقية شكرا لك على قبولك الدعوة نحاول نلخص الذي قاله معتازها مامي فرص حقيقية ثم طرق وارحة لتحضر الدوسي متاعك تحضير الدوسي راديو موش كوبيكوليو معناها ركبش تاخذ منحبش يعطيوك فلوس ما مش عبيت تفايدلك ما مش عبيتنا شمت دغافهم معناها موتيفاسيون متاعك طلعلي قديش انتخذيت من الولايات فرص حقيقية ما تتصور شرحك أذكى من الأخرين ماني خوذ السريو الدوسي متاعك فما فرص حقيقية قدم عندك ما تخسر واليوم كما كان يحكي معتاز ماهيش اللي جيب أكثر معدله هو اللي عنده أكثر حدود من شيخو البورسة دوما المنح لدراسة في الخارج دوما مرسي بكو انكور مفوا معتاز همامي على التوضيحات هذه مرسي بكو مرة أخرى ياسمين على الاختيار هدايا في الفقرة متاع فيزا احنا بش نبقه في الخارج بش نحكي وكورة بعد شوية أخبار للميركاتو الصيفي قليل تونس الأخرى تونس الأخرى الستة وتسعتاش ندقيقة بعد شوية بش يكون ضيفنا عبر التليفون عبر التليفون بالتليفون سي جمال العرف أمين الميل للمجمع المهني لمهني الزيت اللي نباتي نحكيه وعلى الدوسي متاع الزيت الزيت الحاكم زيت القليان زيت اللي هو الزيت النباتي حسيلو إذكو فما دخين على الآزمة بالحق ألا لي إذكو بش تفقدوا ألا لي نهائيا وشنية الزيترناتيف معناها إذا كان بالحق داخلين على كريز متاع الزيت أما تاوى كيما قلنا بش نحكيه على أهم وآخر أخبار الانتقالات الصيفية في الـ 24 ساعة لخلنا إياه البداية بالإشاعة قاعدت دور بارشة 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 في فرنسا وقاعدت تحكي عليها بارشة إمكانية انتقال شكون انتقال كريستيانو رونالدو الأولمبيك مارسيليا كريستيانو رونالدو في أولمبيك مارسيليا الأخبار يظهر لي لا يتعدى أنه يكون إشاعة لأنه مارسيليا ما عندهش الإمكانيات المادية باش تدفع الأجر السنوي متاع كريستيانو رونالدو ولي يفوت 17 مليون أورو تاوة في مانشستر وأما الفكرة قاعدت دور بارشة في بارشة صحف في الموقع حتى متاع ليكيب وفي المواقع طبعا متاع مارسيليا وغيره الفكرة أنه نشوف أن كلاسيكو فرنساوي ما بين البي اي جي ومارسيليا ميسي من جهة وكريستيانو رونالدو من جهة قاعدت تعجب وقاعدت تتحكي عليها برشة وإمكانية انتقال كريستيانو رونالدو ومارسيليا قاعدت تتحكي عليها على أساس أنه فرصة للملاعبي اللي حاب يخرج حاب يلعب شامبيونز ليج عام ناور أنه يلعب جوز تمام شامبيونز ليج لأنه مارسيليا متاهلة بركنتر منشستر يونيتد مايش بشتراع بلد شامبيونز ليج يبدو أنها ليتتعادل إيشاعة أما الفكرة رومانسية تقعد غادي نبقى في فرنسا مش نمشي من مارسيليا للبي اي جي ويبدو أنه الناصر الخليفي الرئيس والملك بتاع الباريسان جرمان ما زال مكبش في سكرينيار المدفع السربي بتاع لنتر ميلانو يبدو أنه البي اي جي تحاضر في عرض بقيمة 60 مليون أورو بلس انجور 60 مليون أورو مع ملاعبي وكيف كيف حتى هنا لكثيرية اللوفراتية بشتر فضح حكينا على المسؤولين من الانتر اللي صراح وقالوا أنه سكرينيار لن يغادر الانتر أما الاخبار اليوم كيف كيف في الهكيب الفرنسا هوية تقول أنه الناصر الخليفي ما زال مكبش في سكرينيار بي جي عندها مهمة أخرى ولا دوسيات أخرين للخروج من الجوارات اللي قاعدتين وقالوا في برشا فلوس في بي جي ومهمش في المخطط متاع غالتيال المدرب جديد متاع باريسان جرمان نحكيوا عالم لعبية كما دراكسلير كما إيكاردي كما نافاس الحارس المرمى كما إدريسا وكما أبدو دوسيات الخمسة جوارات هذو ما تلموا مع بعضهم وعملوا كلهم قالوا اسمع ما نش خارجين من ما نش مراوحين كما متاع تونس عام 96 ما نش خارجين على خطر كنتراتويت متاعنا التفاصل في البي جي مزالت سيريا وقاعدين نخلص في برشا فلوس دوك ما يقلق ناش إننا نقعدوا على البنك المهم شهرين تقعد تمشي ما زالنا نحكيه فلوس وما زالنا نحكيه على العروض الكبيرة نيوكاسل لمالكيها السعوديين ما عملتش أن روكريت مو خارق للعادة كما كنا نستنعو لأنه لحديث في الشتاء كانت تفكر وقت اللي تم اقتناء نيوكاسل منطرف السعوديين كان على مركاته خارقة للعادة بشي تصرف فيه برشا فلوس وبشي هز نيوكاسل للجامة لكيبيت الكبار في الأنغلوتير وحتى في الأوروب لكن روكريت مو تعدى كلمة قليلة لحقيقة يود روكريت مو أما في اليوم في 24 ساعة الأخرين الأحديث صار على صفقة مهمة ياسرة نجم تكون الأغلى في تاريخ النادي 60 مليون أورو في مهاجمة السويدي متاع ريال سوسيداد نحكي على إذاك اللي مليعبي صغير وعنده مستقبل كبير برشا يبدو أنه الصفقة هذية يبدو أنه بشتوالي رسمية في الساعات القليلة القادمة نرجع نبقى في الأنغلوتير نمشي من نيوكاسل يونيتد المانشستر يونيتد اللي بشتقدم هي زيدها عرض بمئة مليون أورو الأجاكس في مستردام بشتاخو أنتوني للييدروال حكينا عليه برشا مرات أجاكس ما زال تمكبش إنها ما تحبش تبيع الملاعبي الملاعبي بيد وما زال مكبش إنه يخرج وكان حتى التغيب معناها إكس بري على على الماتش حتى متع أجاكس نهارة السبت اللي يتعدى قدام الضغط هذية أجاكس مستردام وقدام لوفر الكبيرة ياسر متع مئة مليون أورو يبدو أنه انتقال أنتوني الجنيح الأيمن البريزيلي متع أجاكس المانشستر يونيتد مش تكون رسمي كيف كيف في الساعات القليلة القادمة البارح أحكينا على رفض الميلن للعرض الأول متع تشيلسي اليو الجوهر السودي البرتغالية الملعبة الخارقة العادة متع الميلن قلنا البارح أنه الميلن طلبت 150 مليون أورو بالتمام والكمال بش تسايب البيبيت متاح وقلنا أنه الصعيب يخرج لكن اليوم كما قاعدين تشوفه في EFM TV في اليون متع الجزية Delosport نقرأ أن تشيلسي تنجم تعمل المفاجئة وتظهر في الوفر المتاح ليس 150 قريب 120 مليون أورو وفي وسط المجلة وسط الارتكل نقرأ أن الوفر تنجم تصل إلى 150 مليون أورو بالليزادونز بالإضافات المستقبلية 120 مليون أورو ينجم يكون ركور بالنسبة لتشيلسي الروكور ستلتوى 105 مليون أورو 120 مليون أورو ينجم يكون الروكور 150 مليون أورو لياهو يدخل في التوب 5 متع أغلى صفقات في التاريخ ستلتوى ستلتوى عن انتقال منفز ديباي لا نقعد في إيطاليا من ميلن لا نقعد لل يوفي اليوم فم جديد بعد تعطل النيغوسيسيان ديباي نجم يلقى روحه مرة أخرى في 5 سنين بعد خروجه الأخبار تقول أنه منشستر يونيتد مستعدة تعطيه الشهرية التي طالبها وزيد تعطي 10 مليون أورو للبرسا التي كانت تخرج بلايش لل يوفي البرسا ستوافق جري على الأفر هذية بركنتر لسائل أن يسأل لماذا الإدارة تقول الملاعب أخرج حتى بلايش ومانشستر يونيتد مستعدة أن تدفع 10 مليون أورو البرسلون يبدو أن الأمريكان دخلوا في مصروف المهم لا تخرج من الجمعية هذا طبعا بعد الأخبار التي كنا حكينا عليها في الليامات التي فاتت على رغبة جيم راتكليف أغنى رجل في الانجلوتير في شيرا منشستر يونيتد من الأمريكان نحن هكذا نصلنا لأخر الدورة متاعنا على أخبار 24 ساعة الأخرانية في الميركاتو الصيفي مش نحن نترتاحها مع الموزيكا نسمع وراغب على متوأم روحي بعد شوية نحلوا الملف متاع زيت النباتي هل احنا داخلنا على أزمة ولا لا هل بشي تفقد الزيت ولا لا علاش وصلنا للوضعية هذي أوكي فما أزمة عالمية أوكي فما أسباب نتقاسموها مع بلدان العالم الكل هل احنا داخلنا على مشكلة متاع فقدان الزيت ولا عدم وجود وجملة في السوق في الأيام الجاية هل فما مشكلة متاع ستوكا جليوم هالعبيد خوفا من تهمة الاحتكار هذو أكثر من الأسألة التي نحاول نجاوب عليهم مع سي جمال العرف أمين المال في المجمع المهني المهني الزيت النباتي بعد عبدالسلام يحكينا على أفكار متاع مشاريع النجم نعملوهم بعشرة لاف دينار خليكم معنا مازلنا حتى للسبعة متاع العشاية في تونس الأخرى على إياف إما أجمل حاجة روحي إنك توأم روحي أجمل حاجة عبدالسلام نحكي على اقتراحات مشاريع 10 ملين 10 ملين نصف حرقة لكي نعطيكم عبدالسلام فكرة مشاريع بها 10 ملين نصحكم تسمعوا تسمعوا كلمة وصورتوك حتى كانوا عشر ملين فما برشة طرق بش دبروا الفينانس مع مشاريع 10 ملين من لا نقوم بيع لكم في الوهن مرة ولو هذا طبعتنا من أول أوت فما فرص حقيقية فما المنح فما 10 ملين لا تسمعوا صغير لا تفاهمون ولا تسمعوا كبير لا تفاهمون أما هل هناك أفكار مشاريع 10 ملين تنجم تضمن مستقبل تنجم تدخل حاجة تدخل الفلوش بصفة شهرية أو غير وحسير وتبني بها روحك الإجابة مع عبد سليمان تريطان لكي نتحدث عن الزيت النباتي لكي يكون معنا في التليفون سي جميل العرف أمين مال المجمع المهني المهني لأنه مال داخل على ميوم كنا بانوري متاع الزيت نباتي وقال هذه هو الأخبار التي قلت تروش صحيح وأهلا لي باش نفهم الإجابة من السورس قبل ما نحكيه على قبل التليفون حبنا نعم ديديكاس بربي ويديد بن عمار اللي معنا في الإعداد تقدم ديديكاس التهيني لتارق بن عمار وثورية بن عمار على المولودة جديدة كنزة بن عمار إن شاء الله تتربى في عزهم وألف مبروك من ويديد ومن الكيمة كل متاع إن شاء الله مرة عندك ويديد إن شاء الله مرة عندك ياسمي زيدة أنت عندك وسيم لا لا باقي زيد بالحق ولا زيد باقي اللي يجي يجي برزق المال والبنون زينة الحياة طبعا معنا سي جميل العرف أمين مال مجمع المهنية المهنية الزيت النباتي سي جميل مرحبا مرحبا وإن مبروك بن عمار ومجان بن عمار المولود آآ يا سيدي آآ هذا يكاسب عن سي جميل زيد آآ أيوه سي جميل بعدنا وسيم عندك العادة التوطئة بطبيعة لازم نحكي شوية خطر أنا نورمال مرحبا سي جميل سيعة مرحبا اتفضل اي مرحبا بسي جميل مرحبا يستنى حتى هو أنا ويه نستنى وفي التوطئة أنا عندي سيطئة الزيت النباتي المدعم المتمثلة في ستة آلاف تون في انتظار الشحنة الثانية اللي بيش توصل في سبتمبر وقدرها تسعة آلاف تون هل هي بداية الانفراج وقتيش بش يعني نقول وإحنا بش نلقاو الزيت الزيت الحاكم اللي نعرفو إحنا في الأسواق قد نسمعو به وما نشوفوهش هذو ما الأسألة اللي نحبو نطرحوه سي جميل دون البداية ساعة بشوحنا لولا سي جميل بريفو لو 25 أو توصل الوصل لتوالي ساعة والله هنكور هيف إن شاء الله من هني تارف النقل البحري فيه شوية فما دو دانيل جود في البحر نعم النقل البحري ديما احنا احنا كنسمعو سيدة الرئيس البلح مقابلته بالسيدة وزيرة التجارة معناها معناها دي توصيات منه هو معناها في خصوص الموات الأساسية معناها توفيرها للمواطن مكان بالدروح معناها الشي يتمن المواطن لحكاية وقت متاع درس وإن شاء الله معناها في غضون الأسبوع هذي وقت يخلو خمسة أنا وقت طرحت من خمسة وعشرين قوط حتى لبن ساعة لبن فيد فمسة تدخل في الفترة هذيك أما معناها الرسالة السيد الرئيس الدرح كانت مجدية وكانت تستمّن الشعب التنسي على مستوى المواطن الأستيسية في العطريات في الحواني معلوم معلوم هو حتى على مستوى العالم ثم انخفاف في المادة هذية على مستوى الشراع المادة هذية من الأسواق العالمية وإن شاء الله هو حتى القارة الشهرية رأي من حصلها يزمها تفو خمسة شنل صن معنا في الشهر هو الحصة الأصلية يزمها تفو خمسة شنل صن في الشهر فمتي ديش إن شاء الله إن شاء الله توفق سيدة وزيرة التجارة وسيدة وزيرة المادية معناها في توفير المواد هذية عن طريق صندوق الدعم إن شاء الله هذية اللي نتمناوها السوم متعلي ترى بشي تبدل ولا لا نسمي حتى كاني معناها خلط مش معقول وبصراحة هذية يعني نعودها ونقولها معناها مش معقول قرور زيت نباتي معناها اللتر معناها 900 مليون السعر الأصلي متاحها مناحكوش تديش تباع ولا متباع شديك حاجة أخرى هذية ودقرورة الماء بـ 800 مليون و900 مليون في العطار فمت اللي معناها حاجة مستوردة تنباع 900 مليون وحاجة مش مستوردة إنتاج محلي تنباع 900 مليون هي الدولة الدعم فيها بربع دينارات للمها ground 500 مليون لا اقدت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتtr قاعدت تتعا في المرشيطة الان والسيد الرئيس معنا حفظة وزارة التجارة لا لا والله موضوع يشبت موضوع العطريات قاعدين في برشة مويدة تصرفوا مرتين الباقيت والت بلدت ب250 معناها فى الهيامات الولى كانت في الكوش اللى عم نرويح موش 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 عم دي باتيسري يقول لك انا منيش مبيع فى الفارينة المدعمة دونك النجم مبيعها ب250 فرنك اما انت عطرية كيفاش تسمح الروحك انت عطرية وحدك وحدك تقول باقيت بش مبيعها ب250 فرنك ممنوع لي هذي دور المواطن هذي دور المواطن أستاذ العزيز فى التوعية معناها وفى التبليغ على الناسة اللى معناها شد المواطن صلخو قطر الباكتيري اللى تبيع فى 250 ممنوع لها بش توزع للعطار مم معناها بالقانون تبيع كونتوار لا لا شوف شوف العطارة اللى هما مش الكل طبعا ياخذها مع عند الكوشة مدعمة بالسوم القديم ويقول لك لا راني اخذتها مع عند باتيسري دونك نبيحها ب250 فرنك خطر الرذيناهم بالعشرة مليمات هي مفروض تنبع ب250 هذيك هره مم وقت المواطن الرذاء بالعشرة مليمات هكذا زيت عليه 50 مليمات وخريم مدام هو الرذاء بالعشرة ما تكلمش زيت عليه 50 مليمات لهنى يرى دور المواطن دور كبير يعب معناها في معناها كبح جماحة ضم البرونات هذي اللى اللى قاعدة التماعش من الشعب التونتي بالتريقة هذي هره عشرة مليمات تكلف صندوق الدولة في حدث أفناش مليار العشرة الفرنك هذيك هه العشرة مليمات هذيك هه كيتقسمها على المخابز الذى التنف جيم هي المصنفة معناها تبع الباقيتة ب120 مليمات ذيك العشرة مليمات تكلف في الدولة الصندوق الدعم بأفناش مليار معناها في الستانة معناها اضربا في العشرة معناها في الخمسة سنين ولا فداش معناها برشة فلوس معناها مظلم للمنظوم الدعم نرجع للزيت في الفترة الجاية الزيت موجود بالسوم القديم وبشيقع ضخ كميات اللي قدتك عليها في حدود 15.000 طن معناها على مراحل حتى هذه المفروض يتضخوا قبل نهار معناها 31 سبتمبر إن شاء الله بربي هذو معناها إن شاء الله تفهم سؤالي هذو تسليك أمور معناها فم سلعة على الأشرة الجاية موجود هو يخذوها قديمة يخذوها هذه السلعة هذه المبرجة حصتها ثم وخذينهم في جواه مبرمجين في جواه يعني ديما يخذوا على سلسة الشهور طبس والجواه يطلب سلعة تجويلية وقوة ثم موجودين معناها التجم تدخل حتى على مستوى الديواني دي سلقاهم على مستوى وزارة التناعة ووزارة التجارة قطرية تجتمع لجنة كاملة من جميع الوزارات الفلاحة التناعة التجارة الصحة وانتبق عليها كرة شروط بصمت باشوالله أنا فهمك معناها المرشي المرشي قاعد يمشي بصيفة طبيعية وإلا الآزمة ما زالت متواصلة بمعنى الكوانتيتيه هذي هم تعخوذ بقى مربوطة قبل لحنا نحن نحظر بابور فيه ستالاف المرشي مغارسة غير مطابق المواصفات نحن لا نحضر من إسبانيا جينا من إسبانيا نحن 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 نقل من الكورانيا وروسيا وبرازيل ولكن الظروف الحرب الثانت ما هنا في حرب الروسية الأوكرانية الروسية الأوكرانية كانت تثبب في نقطة المادة هذه على مستوى العالمي مش كان على مستوى سيجن هذيك عليش سألتك هنا هذيك عليش سألتك قتلك معنيها معنيها على مستوى هي الحرب ما زلت متواصلة سيجن لا اه ما اخلاوه اخلاوه ديوتوريزا وبداوله باواخر معنى تخرج بالشعير وبالمواد الغذائية لشمال الفريقيا وفريقيا ووروبا وكلهم كلها رأى 60 ولا 70% من العالم يتزود من أوكرانيا وروسيا في المواد الاساسية باوكي جمال انا احباي بيت انا نحكي معك رأوا بشتاكل بعضها في الشتاء رأوا حذروا يحكم انتوا معنى الحرب ما زلت متواصلة حول الله لأخلاوه هم عن طريق معنى همم المتحدة كونه بشي طيبوا المواد المعيشية تخرج رأوا هذا كتاوه معنى فما قراءة جيوستراتيجية اللي تحب انتوا رأوا بوتين ينتظر الشتاء اننا نقولها ونعود الحرب بجزيد بجزيد تتخن شوي ان شاء الله الدولة تاخذ حتياتها نحن احنا نتوجهولون بشي حتى حتى احنا نتعليب الزيت النبيت المتاعم طوية رأنا تعبنا برشة 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 مثل معنى في نقص المد هذه خاطر هي المورد الرزق مثل العمال معنى ديمومية مشاريع هذه الصغرى والمتوسطية بدينا نتعبوا من جراء معنى تعط الانتاج معنى اول شهر نتبه فيه معنى هي الزيت والعربعة شهور معنى خلتنا العنيس برشة مشاكل اجتماعية واحتفالية واضح سو جميل جوست سؤال واضح وشعبي نقولو احنا مش نلقاو الزيت بيانتو موجود كي ما قلتلك معنى في العطريات معنى المواطن يمشي يلقى الزيت وفي حالة مثلا ما القاش وهالبارونات اللي حكيت عليهم انت اللي يحتكروا في الزيت اضوما على اقل خلنعرفوهم مش كون مش نعرفو كيفاش نتصرفو خطر بالحق انا والله شخصيا ونسمع ديما بالارقامة ذي وانتبع كصحفي معناها تقريبا عندي 3 تسنين مش كونهم لك هو تو عندي 3 تسنين مش هديتش دبوزازيت مدعم في يدي معناها كان مش اكثر السلوطات لازم تعرفهم و معناه شكون عباد بقولو احنا تدخل على بوابة سمحني تدخل على بوابة وزارة التجارة تلقى معناه كل يوم حجز الزيت المدعم والفرينة معناه تجار غير تجار فهمت الله هلوما يدوروا وخويا عاملين عيسابات تدور على العثارة تدور على المخابز تاخذ الفرينة تخزنها وبعد تخرجها ماذا اللي خبيتنا اسمعوا اي موجودة هما وزارة التجارة ما تخبي شي موجود معناه الاحتكار وموجود المضاربة ومعناه تدخلتك وحنا بالمرساد ديهم ولكن عنا مثل يقولك اللي يسرط يغلب اللي حاحي معناه ودين ما رأي موجودة في جميع المجالات ترىوه في جميع المجالات تتذكر انتي وقت الحليب تتذكر عاملوه الماء غلى الماء سناء عبرك معناه كل شيء معناه الغلب هذية دمهم همهم الوحيد في تشحيح معناه الاسواق وبعد استخرجوا السلعة هذية ويجعوه مرشنواس بارك الله وفيك سي جمال على التوضيحات هذية سي جمال اللي عرف مين ما للمجامعة المهنية المهنية زيت النبات يقولنا راهو في اليوم أو في الثنية المجال السلعة الأولى عن الزيت النباتي المجال السلعة أخرى في الأيام التي تصل ويأتي بالأ Technology لا يمكنك أنك سعيد بالتوضيح في تونس لذلك السلعة غالية ستفهم مجال لانرح PUir بعد شوية بش نحكيو فلوس بش نحكيو مع عبد السلام على المشاريع اللي نجم ونعملوهم بعشرة ليف دينار لعقل اسمعني هي ما من جديد في تونس لاخر هتاوي الستة وخمسين دقيقة جيبا حدنا عبد السلام بش نحوي لك عبد السلام صباح خلوت اليوم بش نحكيو معك على اللي اجلناه المارلي فاتك حبيلنا نعطيوه اكثر وقت شنية الافكار متاع المشاريع اللي نجم ونعملوهم بعشرة ليف دينار هاي سيدي عندك عشرة ملايين ديجا لعبيتش قولك مني مش نجيبه جاوبنا عليه برشرة مرات عملنا ريكاب صغير دونك عشرة دينار نجمو ناخدوهم كما ذكرنا من ام جمعية تنموية اللي هي تكون متواجدة في كل معتمدية تقريبا كل معتمدية فيها جمعية تنموية وتجم تسدي قروض الى حدود عشرة عشرة ملايين هذا من ناحية او البنك تونسي التضامن اللي هو اصبح يمول مشاريع تجارية رواذية نقطة مكنش معناها جديدة الناس ما في باليش بهها كونو العادي انو بنك تونسي تضامن بتيس في العادة يمول المشاريع ذات سبغة خدمتية السيرفيس دونك ريسما ولا يمول مشاريع التجاري دونك نجمو عشرة ملايين ناخدوهم من عند آآ بتيس آآ الثالث نقطة نجمو ناخدو من عند سوسيتي دوميكو فينس معني متواجدين برشا بلا في المرشي با آآ ذوما الجهات او الولايات او الولايات او الولايات او الولايات ما اللي حبي عم مشروع يدبو هنو عشرة ملايات ما مشروعي اليوم نحب نقتراح مشروع أمور تشري بيوم دي فولوورز على انستغرام وتطالي سبيعة بتشريعة صحيح صحيح هذي ممكن نفولوورز بطريقة اخرى نقتراح مشروع اليوم بتاع ستريتفوود ستريتفوود اوكي عليش خطرت ستريتفوود خلد خطر القواني المنظملي في تونس تغيرت ناس كل ذو اللي سمعنا في سيدي رمضان اللي فاتى بالحطة مع حبيبي بوبي برلاب بي كنيس مع فيراني التولى ذوقت صندويتش بتاعك والله التوفي لتوفي لأسيان ديليس ممارة مشيت خاطر لتصف الله مصلي عني بيد وانا لقع من النجامش نستنى مي سيان ديليس لسندويتش بتاع نعيش شميتة معناك بي هنقضنا من الخامسة للسبعة كنيس مع فينا جيب واحد بارك تدال الخوي ردوان جيب لا مش انتي لا 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 نسمع فينا هو نعرفه بشي جيب براي اذا قلت كنقتراح سريت فود على خطر فم القوانين المنظمة لي في تونس متعلقة بالاجراءات البلدية بدلت كمبليتما واصبحت متساهلة اكتر في الموضوع به كيفاش كان وكيفاش وليت كيفاش كانت كيفاش كانت كانت ممنوعة ممنوعة تقوف ممنوعة تقوف ممنوعة لا يشكر الشروط ينظم العملية وينظم العلاقات ممنوعة ولايات 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 طبعا خطر تعرف خالد من 2018 تقنى فيما يسمى بالحكم المحلي حكم المحلي ومجلة جامعات المحلية التي لم يصدق مصدقوش عليها لذلك تتيح لكل بلدية الاستثمار او التفكير في البلدية لك بطريقتها هي ممنوعة ممنوعة خصوصية في الموضوع اذا القوانين هذي كلها تقريبا على مستوى البلدية لكل تبدل ممنوعة خلالة اذا اذا اي انسان يشوف بلاسة ماهيش فيه مايقلق حد ماهيش فيه ماعني حلازي يقوم بتاع اوناس ولا بتاع صناد ولا بتاع تيليكوم ولا غيرها اذا اتماتيك ما ينجم ياخذها بالقانون كيفاش ياخذها راية العملية جد بسيطة كيفاش تعرفوا كيفاش ياخذها بخصوصية قالوا يماما جميع يسمعنا بها جميع يسمعنا بها خد فماش كورا الشولود كما قلت لكم منظم هي بمعناها رئيس البلدية هو اللي يحدد المسخ هو اللي يحدد القانون مباشرة سهلة الحكاية تنشي للبلدية المركز الضبط من البلدية اللي في حومتك وتعمل مطلب مطلب اعلام خلط مطلب اعلام ان البلسة هذيكا لا نحل فيها كذلك وما هو نوعية النشاط ماذا؟ وما يستوجيبوه معنا نزيد خلنا نزمنا نزيد الليجان واللعباد نزيد نفهموه كانوا مش اي نشاط نجمو نعملو على الرسيفر مش اي نشاط نجمو نعملو على الكيس مش نعمل مقلي على الكيسنا اليوم مع الغبرة مع سليجيان مع تترا تترا دونك العملية جد بسيطة وجد واضحة تمشي تتجاه نحو البلدية تعمل مطلب اعلام بالبلاسة هذيكا اذ كانت البلاسة هذيكا بالعين المجردة معناها تشوفها انو ما فماش فيها معناها اشكال ما تمثلش قلق ما هيش قدام دار ما هيش كذا فانتنجم تاخذها بمفعول القانون نحكيه توا على عشرة ملايين خالد نحنا في تونس عنا السائد دمتاعنا اللي هو شنو نعفو نحنا البرويتة والقفة برويتات العيارية ديكا ولا القفة تقام اللي هو مشهد بصراحة مخزي خليني نقول لك معنا مشهد غير جميل مش مخزي غير مش مخزي مش مخزي مش مخزي مش مزيان لانو العمل اللي هي عملية دخلة في الثقافة نحنا نزور بلدان اخرى تشوف مثلا تركيا يمنة ويسرة الشوارع معبية بالليكابان المزيانين منظمة لامور كل شاي فرانسا كيف كي في إتاليا دونك هي عملية تا ثقافة نحنا لازمنا بندخله في الثقافة هذي كونو العين تاكل قبل الكرش با ونعملو حاجة معناها بانو القانون اليوم اصبح يطير الجوع تقريبا القانون متاع البلدية جديد قاتلك اخويا القانون ذي راو قادر يطير الجوع ودنجم تنتصب في الكياس اذا اكونديسيون تكون ليجيانا متاعك نذيف وتكون امورك سليمة اليوم الكابانة ذيك المزيانة اللي بذّاو مزيانة وتتنجم تمتع بلدان العمومي برب اي اي افم تيفي نحيوك عام افريكا سيخطان يجع او حاطر كقرنيت شعPS هذه الكابانة مزيانة من تتجمتى اسم تساعة الف النار العمومي معاة الكابانة لا تكلفاش تقريبا 6000 د وعلى الانشيوك هذه الكابانة مزيانة يسمعون بالعمتمار في السوق الملسين يعيش بطاعة و الكبانوا البداية الكبان واحد والجرياد معها وكما يفتلون رقيقتين في 800000 دونار يارطلون الصوق الملسين يعيشون الصوق الملسين يأخذون الكبان و كل الم معدات لا أجلّو اللي صاحف بالمعل Ethila هذا من ناحية ثانية والتي هي مهمة جداً عندك أربع عالف دينار هي تتمثل في كام فاندو دوغولمان نعم نبدأ بيهم هذا هذا من ناحية فما حاجة أخرى نحب نحب نحكي لها أمورتونيتات صغيرة كون الولاية اليوم خالد وراموش حلمة معناه محظ خيال لأن الولاية اليوم تعطي ألفين دينار لأصحاب الأكشيك مقدمة رامو نحكي في الموقع بعد ما يحل الكوشكولة وقبل بشي إذا البلدية وفقتلك تأخذ ألفين دينار مباشرة والعهدته على منقال معناها هذه موجودة اليوم في صندوق الدعم للولاية تأخذ إذا أخذت الترخيص البلدي وكونك حظت على البلاسة تتجاه نحو الولاية تأخذ دعم ألفين دينار تأخذ دعم ألفين دينار دعونا ندخلوا فكرة للعملية الجمالية لكي خاطر فهمة مثال فرنسوي خاطرنا بنخدم بي يقول لك راو ينبيل كومنيكسيون إسكوزة مو في بلا ساعات تبدأ تدخل رسطوران شيك هكا تروى فورشيت مزيين كذي ومكلته خائبة ما تعملش الإكلاميسيون تخل الماكلة وديك الماكلة بي أنا والله نعمل الإكلاميسيون دعونا ترقى هناك جنفية أكيان والله العظيم نعمل الإكلاميسيون والجنوم أكيجي كي سربيك كنا نمشي نأخو كافتاجي بدينار ويطلع على الخايب ما ننجمش نعمل الإكلاميسيون خطروه بدينار مش نزيد متعاز السيدة مرسي بكو عبد سليم شكرا اللي اسمعنا من الخامسة متعلى عشرية مرسي بكو الأولاد لكل في الكيب كوجة سوفيين كوجة في الإخراج سوفيين إيمان ويقل في الإيفام تيفي شايمة في الديجيتال وأسيمة وياسمين في الإعداد خليكم مع الجهين مرة أخرى أحوال التقس نرجع لكم غدوا إحنا إن شاء الله في نفس الموعد على إيفام أحلى راديو وللتكم زينا وتحياتي تونس الأخرى